بسم الله الرحمن الرحيم هذا مثال ثاني وهو عبارة عن سؤال يقول أكتب برنامج يقرأ نصف قطر دائرة ثم يحسب مساحتها أنا راح أوقف هنا أوقت توقف الفيديو وتروح تحاول تحل البرنامج هذا من ألف إلى يع زي ما وريتك قبل حاول أنك تعرف كل الأشياء المطلوبة حاول تعرف كيف تحسب مساحة الدائرة كل شيء مطلوب حاول تسويه ثم بعد كده أرجع للفيديو خلي نشوف مع بعض نشوف كيف الحل طيب أتمنى أنك حاولت أنا ما راح أحل البرنامج فكل كامل البرنامج مشابه جداً للبرنامج السابق فلذلك الخطوات الأولى اللي تكلمت عنها قبل وهي قضية أنه عمل مثال والألغوريتم وغيرها ما راح أتكلم عنها لكن بشكل سريع راح أشير إلى أهم نقطة في حل السؤال وهي أهم نقطتين النقطة الأولى هي ما هو قانون مساحة الدائرة قانون مساحة الدائرة مساحة الدائرة هو بالعربي نقول نقطة تربيع أو بالإنجليزي pi r square وr اللي هي radius أو نصف قدر الدائرة إذن هذا هو القانون طبعاً إن شاء الله أنك تكون أنت حاولت ورحت وبحثت عن القانون هذا ووجدته هذا شيء مهم جداً في البرمجة البرمجة ما ولازم تعرف كل المعلومات زي ما قلت لك عن المشكلة التي تواجهك ما تعرف قانون مساحة الدائرة ما مشكلة راح تدور كتاب رياضيات وافتحه تذكر قانون مساحة الدائرة أو وبحث بالإنترنت طيب هذه هي القضية الأولى والمشكلة الأولى المشكلة الثانية يمكن هي pi زي هل pi هذه أو طا هل هي عدد هل هي مدخل ولا لا مضبوط هذا سؤال لحظت أن الطلاب تخبطون فيه شوي في البداية لما يجوني حلون المثال هذا لما تيجي تحسب مساحة الدائرة وفرضاً عندك خمس دوائر تبغى تحسب مساحتهم زي لاحظوا أنه نصف القطر رح يتغير بين كل دائرة ودائرة إذن كل مرة لازم يدخلك المستخدم نصف القطر حق الدائرة اللي يبغى يحسب مساحتها لكن طا أو أو pi هذا ما يتغير أبداً هذا شي ثابت زي نسميه ب طا أو pi نسميه constant زي نسميه constant في ناس سموه constant variable في البرمجة أو يعني طريقة التعامل معه في البرمجة نتعامل معه على أنه constant أو constant variable شمعنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أنه ما رح نقرأ قيمة pi وإنما رح نحجز مكان في الذاكرة زي المكان هذا رح نعطيه اسم معين مثلاً خلنعطيه الاسم pi لاحظ أن يستخدم capital letters للإدنتفاير أو المعرف أو الإسم حق المكان هذا زي capital letters هذه متعارف عليها فيما بين المبرمجين هذه ليش تقاعدها في الجافة؟ وإنما متعارف عليها فيما بين المبرمجين يقولك أنك إذا كان عندك شيء constant شيء ثابت تبغى يكون ثابت في الذاكرة يعني تحط في قيمة وخلاص وتثبتها تقفل عليها استخدم capital letters زي فإذن المطلوب مننا عشان نتعامل مع هذا أننا نعرف مكان في الذاكرة نضع فيه قيمة طاء وهي 3.14 طبعاً قيمة طاء قيمة pi يعني عدد real number غير دوري يعني إلى ما لا نهاية بعد الفاصلة فإحنا ممكن تضع أي عدد تبغاه بعد الفاصلة مضبوط على حسب الدقة اللي تبغاهها من برنامجك خلنا نحطها كده 3.14 فإذن هذا اللي نبغى يسوي برنامجنا نبغى يسوي يعرفنا مكان في الذاكرة يحط فيه قيمة 3.14 بعد كده يقفل على الشيء هذا خلاص هذا القفل هذا المكان لا يمكن الوصول إلي أو لا أفض لا يمكن تغييره قفلنا عليه لا يمكن تغييره ممكن أنك تقراه أي عدد من تبغاه من المرات لكن مجرد أنك حطيت فيه القيمة الابتدائية هذه خلاص قفلت عليه معه تتغير القيمة هذه هذا هو اللي نرغب ونبغى أننا نسويه زي فإذا سميناه constant variable إذن هو variable هو مكان لتخزين قيمة معينة في الذاكرة لكنه constant معنى أنه ثابت القيمة هذه تكون ثابتة لا تتغير أبدا مزي هذا هو الشيء الجديد في البرنامج هذا طبعا لو حلته variable يعني ممكن ما في الوذاء لكن يفضل أن يكون constant variable أو نسميه ثابت هنا مزي دعنا نشوف الآن الحل إذا كنت تبغى إذا كنت تصار لك مشكلة في الحل حاول توقف الآن بس طبعا أنت ما تبغى أنا ما عطيتك كيف تحل كيف تسوي constant variable إذا كنت تبغى تبحث كيف تسوي constant variable ما في مشكلة يعني لكن إذا كمل الفيديو حتى تشوف كيف تسوي constant variable مطبوص طيب دعنا نشوف الحل هذا هو الحل مزي دعنا نشوف الحل هذا كيف يعمل كيف عرفنا ال constant variable هذا هو الجزء من البرنامج اللي عرفنا فيه ال constant variable الجزء هذا تمام أنا عارف أنه طويل وفي كلمات كثيرة لكن لازم تحفظه زي ما قلت لك بداية البرمجة راح تحفظ أشياء كثيرة تحفظها حفظ زيان وليس فهم بعدين إن شاء الله لما نجي الأوبجيكت والأشياء هذه راح نفهم وش معنا الكلام هذا لكن حاليا حفظ ما في أي فهم تمام طيب لاحظ وين المكان اللي كتبنا فيه بعد تعريف ال class وقبل ما نكتب المين زيان قبل ما نكتب المين حطيناه هنا لاحظنا كتبنا public static final وبعد كذا عرفنا زي متغير العادي double مضبوط والقيمة أو اسم هو pi مضبوط لو كان int تحط بدل double هنا تحط int هذه ثابتة جزء هذا قالنا نعلم الجزء هذا ثابت عشان إذا كان عندك شيء constant شيء تبغى تحط في قيمة و تقفل عليها الجزء هذا ثابت مضبوط هنا هذا نوع constant variable اللي راح تسويه و اسمه أو identifier حقه مضبوط متبع عن القواعد لكن يفضل يكون كله capital والقيمة اللي راح تحطها فيه تمام إذن خلنشوف الآن البرنامج كيف يتنفذ بشكل سريع يجي الكمبيوتر ينفذ يخلي الimport لاحظ الآن هنا عندنا نقطة قبل ما نبدأ بالمين زين يجي الكمبيوتر هنا يقول آه عندي هنا constant variable طيب هذه الذاكرة بسم الله هذه الذاكرة زين نجي نعرف هنا عندنا variable 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 هذا اسمه pi pi مضبوط و القيمة اللي فيه 3.14 زين و قفل عليه الآن لا يمكن تتغير قيمة الvariable هذا مضبوط نقرأه ما عندنا مشكلة تبغى قيمة الvariable لو تقرأه ما عندك مشكلة لكن تغير القيمة هذي تكتب فيها لا ممنوع زين إذن نسوي شي هذا بعد كذا ينتقل طبعا للمين الكمبيوتر ينتقل لتنفيذ للمين هنا عندنا يسوي سكانر بعد كذا يطبع لنا هذا ما راح نشوف هذه بعد كذا يحول لنا أو عفوا يعرف لنا الvariable radius اللي هو نصف القطر و يقرأ لنا قيمة نصف القطر فهذا يكون عندنا radius زين نسميه radius لاحظوا أني ما سميته r وإنما سميته radius زين ما قلت لك دائما استخدم اسماء طويلة مفهومة هذا شي مفضل جدا في البرمجة و يقرأ قيمة نصف القطر مضبوط نفرض نصف القطر القيمة اللي جاتنا 10 زين بعد كذا يجي هنا للخطوة هذه زين الخطوة هي تقول لك المساحة المساحة تسوي pi في radius في radius هذا شي ثاني الآن كيف جبنا r تربيع كان قبل مكتوب عندنا r by r تربيع كيف جبنا pi r تربيع وكل بساطة r تربيع هذه خلينا radius في radius r تربيع هي معناتها pi في r في r زين هذولي اثنتين متساويات متكافئات العبارتين هذولي هذا الرمز التكافؤ في الرياضيات فالtwo expressions هذولي متكافئات زين r تربيع هي r في r احنا طبعا في الكمبيوتر ما شفنا كيف نسوي التربيع فنجي نسوي radius في radius في pi لاحظة الآن تعاملنا مع pi كأنها متغير زي هذي radius زي هذي length و width ما في أي فرق زين فخلنا الآن نشوف كيف الكمبيوتر نفذنا العبارة هذه الكمبيوتر روشي راح يعرفنا area هذي area مضبوط هذي area بعد كده يروح للمعالج هذا المعالج زين يجي ياخذ pi وين pi هذه pi pi مسموح قراءتها مسموح القراءة ما عندك مشكلة هي غير مسموح الكتابة عليها كتبنا عليها وخلاص غير مسموح لكن القراءة مسموحة نعم مسموحة فياخذ 3.14 مضبوط وبعد كده ياخذ r يجيب ال r اللي هي في يقولك في 10 ثم ياخذ r مرة ثانية فيقول في 10 فإذن ال r لاحظ أنه قريناها المرة الأولى ثم قريناها المرة الثانية هذا شي طبيعي فييجي يقولك 10 في 10 بمية ومية في 3.14 تطلعنا 3.14 فإذن الحل هو 3.14 فييجي الكمبيوتر يقولك الآن أباخذ الناتج اللي عندي هنا الناتج اللي عندي هنا وأضعه في area فيضع الكمبيوتر القيمة 3.14 اللي هي قيمة ناتج حساب هذا في area ثلاثمية 3.14 كيف نعرف variable يكون constant ثابت ما يتخير أبد هذا هو هم شي في الدرس وأيضا كيف أننا يعني مقدمة بسيطة إلى expressions مضبوط كيف نحول expressions في لغات من الرياضيات إلى لغات الجافة ورح نشوف هذا بشكل أكبر تفصيل هذا طبعا البرنامج إذا كنت تبغى تشوف البرنامج في الإكليبس مهم جدا تروح لها نسكر فيديو رح حاول تكتب البرنامج هذا وتنفذه في الإكليبس وقارن مع البرنامج اللي أنا كتبته شكرا